اشتركوا في القناة وعليه ان يلجأ في هذه الحالة الى من يستطيع ان يقوم بتحليلها وتوفير تفسير واضح لكل الارقام الوردة التي بها من منظور يعتبر اداة مساعدة لمتخز القرار في دعم القرار الخاص به وحتى يتم ذلك فاننا نرجع الى مجموعة من التحليلات والتحليلات ترتكس في شقها الى شق التحليل المالي وشق التحليل المحاسمي والتحليل المالي هو عبارة عن فحص للبيانات والقائم المالية المنشورة لمنشأة محددة وذلك لتقييم اداء تلك المنشأة عن فترات سابقة او عن فترة ماضية ولإمكانية التنبؤ بادائها لفترات المستقبلة اما التحليل المحاسبي فيقصد به هو جميع البيانات والقوائم سواء المنشورة او غير المنشورة وفي هذه الحالة قد يتم التوجه الى قطاع التكاليف قطاع الموازنات وذلك لهدف تعميق مستوى التحليل وإفادة متخد القرار بشكل اكبر وعليه يمكن ان نبدأ بمبدأ رئيثي اننا سوف نعتمد على قائمتي الدخل والمركز المالي كاساس لاعداد المؤشرات الخاصة بالتحليل المالي وبالطبع لا ننسى قائمة التغيرات في حقوق الملكية وبالطبع المعادلات كما هي واضحة امام حضرتكم هي معادلات خاصة بقائمة الدخل توضح كيفية الوصول الى مجمل الربح وكيفية الوصول الى صاف الربح وقائمة تعكس حق الملكية في نهاية الفترة وهي قائمة المتغيرات في حقوق الملكية وقائمة تعكس المركز المالي وهي توضح العناصر الخاصة بالأصول بفرعيها المتداولة والثابتة والخصوم بفرعيها المتداولة والثابتة ايضا وحق الملكي عند القيام بالتحليل المالي فانه يجب مراعاة اننا يجب ان نلتزم برموعة مراحل وتتضمن هذه المراحل ما يلي اولا يجب فحص تقرير مدقق الحسابات وتبين كافة الملاحظات التي وردت به لانها تؤدي في النهاية الى تفسير كثير من نتائج التحليل المالي الذي يتم التوصل لها عقب اتنام التحليل كما انه يجب مراعاة محاضر اجتماعات مجلس الادارة ومراعاة كافة القرارات التي ترتبط بالسياسات التي التزمت المنشأة بتطبيقها لانها ايضا لها دور كبير في تفسير الكثير من النتائج التي تم التوصل لها عند اجراء التحليل المالي كما يلزم تعديل وتهيئة القوام المالية وفقا لغرض التحليل اذا كان الغرض عاما كتحليلا شاملا للجهة باهدافها بالمكوناتها من مختلف الانشطة والادوات التي التزمت بها لتحقيق اهدافها خلال الفترة او اذا كان الامر خاص بتحليل مشكلة محددة تتعلق باحد الابعاد الداخلية واحد اهداف المنشأة مثل جارب مرتبط بالمغزون او بالسيولة او بخلافه ثم يتم تحليل القان المالية وفقا لادوات المطبقة سواء اذا كان بالتحليلات الاساسية التي تتمثل فيها التحليل الرأسي والوفقي او في التحليلات الفنية والتي تتناسب مع الاهداف الفرعية التفصيلي اه وفي النهاية يجب مقارنة نتائج التحليل اه بمختلف المرجعيات المناسبة او المحكيات المرجعية المناسبة سواء كانت تاريخية لاداء المنشأة على فترات زمنية سابقة او اه كمؤشرات عامة للصناعة او كبيانات تقديرية تماددة سابقة من خلال الموازنات التخطيطية اه وفي النهاية يلزم اعداد تقرير تفصيلي لما يتفق وطبيعة اه عمليات التحليل التي تمت للبيانات المالية اه ورفعه الى متخذ القرار ودائما يبدأ التحليل المالي بالتحليلات الاساسية فالتحليلات الاساسية هي المصدر الذي من خلاله يمكن ان نكتشف وجود مشكلات اه داخل منظومة الاداء المالي للمنشأة وعليه يتم اللجوء الى التحليلات التفصيلي اه ودائما ما نبدأ بالتحليل الرأسي والذي يرتكز على سنة مالية واحدة فقط كنقطة قياس وحيدة اه ويقصد بالتحليل الرأسي هو تحديد الاهمية النسبية لكل بند اه من خلال المعادلة الخاصة بقسمة قيمة البند في السنة اه التي يتم تحليلها الى اجمال قائمة ذلك البند فاذا كان البند بند من بنود قائمة المركز المالي فيتم استخدام اجمال الاصول كاساس او كمقام لهذه المعدلة اما اذا كان البند من قائمة الدخل فيلزم استخدام صافي المبيعات كاساس للتحقق لادراج الاراضات ضمن بيانات الفترة المحاسبة وتقصف المبيعات بطرح مجموع المرضودات والمسموحات والخصم من ايراد المبيعات الخاص بالفترة وفي حالة وجود مشكلة في الاهمية النسبية لبعض البنود بالزيادة او بالنقصان عما كان مستهدفا فانه بالتأكيد يتخذ قرار لاصلاح هذا الخطأ من خلال اللجانة المتخصصة داخل المنشعة وعند التطبيق فانه يتم القياس عقد التطبيق وبالتالي يتوفر نقطتين للقياس النقطة الاولى هي نقطة التحليل الرأسي والنقطة الثانية هي النقطة الزمنية التي تليها وعند القيام او تنفيذ التحليل الافق القامل يجب ان تكون السنتين متتاليتين ولا يجب بينهما سنة ثالثة في المنتصف بمعنى لو اننا نقوم بتحليل عامي 2015 و2016 فهذا مقبول ولكن لا يجوز ان نحلل 2015 و2017 حيث يوجد بينهما فترة هي عام 2016 وبالتالي التحليل الافقي يجب ان يكون لسنتين متتاليتين وذلك بتطبيق المعادلة قيمة البند في العام الحالي مطروحا منها قيمة نفس البند في العام السابق مباشرة ويقسم على الاساس وهو قيمة البند في العام السابق وبالتالي تكون المعادلة في شكل نسبة مئوية توضح نسبة الزيادة او الانخفاض في البند ولكي نتاجي الى التحليل فان هناك بالطبع اكثر من اسلوب يتبع في التحليل منها تحليلات رئيسية ومنها تحليلات خاصة باستخدام النسب وسوف نركز فيها سي الجزئية على تحليلات النسب حيث سوف تتضمن هذه التحليلات اربعة مجموعات رئيسة وهي مجموعة نسب الربحية ومجموعة نسب السيولة ومجموعة نسب الكفاءة على انه سوف يتم مراعاة لنسب السيولة يمكن تقسيمها الى جانبين جانب متخص او يختص بالاجل القصير وجانب اخر للاجل الطويل وبالتحليل لعرض هذه النسب يبصد بذلك اننا سوف نعرض لكل نسبة كسر اكتيادي له بسط وله مقام يوضح عناصر ومكونات هذه النسبة ومصادرها سواء من قائمة المركز المالي او من قائمة الدخل او من قائمة التغير في حقوق الملكية وسوف نبدأ اولا بنسب الربحية والنسبة الاولى التي سوف نلجأ اليها هي نسبة صاف الربح الى اجمال الاصول صاف الربح بالتأكيد مصدره هو قائمة الدخل واجمال الاصول من قائمة المركز المالي اما النسبة الثانية فهي نسبة صاف الربح الى حق الملكية وصاف الربح ايضا مصدره قائمة الدخل بينما اجمال حق الملكية يمكن ان يؤتى به من قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو من قائمة المركز المين وكلا النسبتين تنعكس في شكل نسبة مئوية واستكمالا لتلك النسب نتاج إلى النسبة الثالثة وهي واحدة من أهم النسب المتاحة وهي نصيب السهم من الأرباح وهذه النسبة إذا انعكست فإنما تنعكس في شكل نتيجة عبارة عن عدد من الجنيهات محددا لكل سهم من الأسهم العادية وبالتأكيد بما أننا نقتصر الحديث عن الأسهم العادية فإن بسط هذه النسبة هو عبارة عن صاف الربح بعد حساب الفوائد والضرائب بالتأكيد ويطرح منها توزيعات الأسهم الممتازة نظرا لخروجها من هذه النسبة ويقصم الناتج على عدد الأسهم العادية طبعا عدد الأسهم العادية الخاضعة للتداول وليست المصدر ورابعا تأتي نسبة معدل العائد على الاستثمار أو على رأس المال المستثمر وهي عبارة عن قسمة صاف الربح والذي يكون أيضا مصدره من قائمة الداخل دون تعديل عليه يقسم على رأس المال المستثمر والذي يمكن حسابه بأكثر من طريقة طبعا من أكثر الطرق الشائعة هو أنه عبارة عن الحق الملكية والالتزامات الثابتة أو الخصوم الثابتة ويمكن الاتيان به بأكثر من طريقة أخرى منها الأصول المتداولة نائس الخصوم المتداولة مضافا إلى الناتج الأصول الثابتة أو رأس المال العامل اختصاراً لطرح الخصوم المتدولة من الخصوم المتدولة يضاف إليه الأصول الثابتة ويمكن الاتيام به أيضاً بطريقة أخرى وهي إجمال الأصول ناقص الخصوم المتدولة بالتأكيد ننطلق من ذلك وهي مجموعة نسب الربحية إلى مجموعة نسب السيولة والسيولة تدارك في شقين الشق الأول هو في الأجل القصير والمقصود بذلك هو علاقة مباشرة ما بين مجموعة الأصول المتدولة ومجموعة الخصوم المتدولة بما يعكس قدرة المنشأة على سداد ديونها في الأجل القصير الذي يستقر في مداهل أقصى إلى فترة زمنية تقدر بعام ويمكن طبعاً أن تتجه إلى فترات أقل من ذلك حسب النسبة المستعددة والنسبة الأساسية الأولى التي تقاص هي عبارة عن الأصول المتدولة على الخصوم المتدولة وهي تسمى بنسبة التدول وبالطبع هذه النسبة تكون نتيباتها في شكل عدد من المرات بمعنى مرتان مرة ونصف ثلاث مرات وتعتبر نعكاساً لقدرة المنشأة على وفاء بالتزاماتها خلال فترة زمنية تقدر بسنة والمعطن العام المقبول لهذه النسبة يقدر ب2 إلى 1 ولكن ذلك ليس لجميع أوجه وطبيعة الأنشطة ولكن هذه هي الصفة العامة إذا لم يتم توافر مرجعية محددة لهذه النسبة النسبة الثانية هي أننا نتجي إلى ما يسمى بالنسبة الحزرية أو كما تسمى من قبل الكثيرين نسبة السيولة السريعة وهي عبارة عن في البسط الأصول المتداولة يطرح منها الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقدية في خلال فترة السنة والنتيجة يتم قسمتها على الخصوم المتداولة وبالطبع كلمة الأصول التي يصعب تحويلها إلى نقدية تشتمل على ثلاثة عناصر رئيسة العنصر الأول هو مغزون البضاعة العنصر الثاني هو المصروفات المدفوعة مقدماً والإيرادات المستحقة والعنصر الثالث هو الأصول المتداولة الأخرى ونتيجة هذه النسبة تأتي كما سبق وتوضيحه أنها بعدد من المرات ولكن المعدل المقبول لهذه النسبة هو واحد إلى واحد تقريباً النسبة الثالثة هي صافي رأس المال العامل وهو عبارة عن طرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة وبالطبع المؤشر الخاص بهذه النسبة أو المعدل الخاص بها هو أن يكون الناتج مجبن ولكن دون تحديد لقيمة واضحة إلا وفقاً لطبيعة النشاط وهنا يلزم اللجوء إلى قرارات مجلس الإدارة الخاص بهذا النشاط لمعرفة هذه الحدود أو المبالغ المقدرة لهذه النسبة عقب ذلك نلجأ إلى ما يسمى معدل الفاصل الزمن الدفاعي وهنا نلجأ إلى ما يسمى بالأصول الدفاعية وبالطبع يمكن التعبير عن هذه النسبة أن هناك تحرك من مستوى السنة إلى مستوى أقل بكثير قد يصل إلى اليوم أو فترات محدودة تقترب إلى فترات أقل من الأسبوع أما الأصول الدفاعية فهي عادة عبارة عن النقدية بالدرجة الأولى مضافاً إليها مجموعة عناصر الأصول المتدولة الأخرى وعادة كل ما تتضمنه النسبة السابقة التي طرح منها وهو مخزون البطاعة ومصرفات المدفعة مقدماً والإيرادات المستحقة وكذلك الأصول المتدولة الأخرى أما متوسط مصرفات التشغيل النقدي اليومي الذي هو يمثل المقامة الخاص بتلك النسبة فهو عبارة عن كافة تكاليف التشغيل النقدية اليومية باستبعاد الإهلاك وبالتأكيد لحساب هذه النسبة فنحن نحسب كافة مصرفات التشغيل السنوية ويطرح منها الإهلاك وتقسم على عدد أيام العمل في السنة طبعاً ناتج هذه المعدلة مختلفة عن الآخرين حيث أنه يأتي في شكل عدد من الأيام وبالتأكيد يخصب بذلك هو قدرة المنشأة على الاستمرار لعدد من محدد من الأيام في ظل متوسط الإنفاق أو المصرفات التشغيلية النقدية اليومية نظراً من استبعاد عناصر الغير النقدية أو غير النقدية مثل الإهلاك وما شاء بالنسبة لنسبة السيولة في الأجل الطويل فهي تعكس العلاقة ما بين مصادر التمويل الأساسية في المنظمة وهي الديون من جانب أو الخصوم والالتزامات من جانب وحقوق الملكية من جانب الأخرى وبالتالي فإن العلاقة الأساسية أو المؤشر الرئيسي هو نسبة إجمال الديون أو الدائنون أو الالتزامات إلى حقوق الملكية فهو بقسمة إجمال الخصوم إلى إجمال الحقوق الملكية وضرب الناتج في مأل الحصول عليها كنسبة مئوية وبالتأكيد فإننا إذا نظمنا إلى هذه النسبة فهي ليس لها مؤشر محدد بشكل واضح ولكن بالتأكيد تزيد المخطرة إذا زادت نسبة الخصوم مقارنة بحقوق الملكية عن الواحد الصحيح لأن ذلك يعني أن المنشأة تعتمد على التمويل بالديون بالدرجة الأولى ومن جانب آخر ينسب كل من طرفي المعادلة السابقة وهي إجمال الخصوم وإجمال الحقوق الملكية إلى إجمال الأصول باعتبارهما المسؤولان عن تمويل إجمال الأصول فالنسبة الثانية في هذا المجال وهي السيولة في الأجر الطويل هي نسبة إجمال الدائنون إلى إجمال الأصول والبعض يشير إلى أن العلاقة في هذه الحالة يجب أن لا تتخطى 50% ولكن كما ذكرنا فإن الأمر يعود إلى طبيعة النشاط والذي يختلف من طبيعة إلى أخرى ومن نشاط إلى أخر النسبة الثالثة بالتأكيد هي استكمالا لها هي عبارة عن نسبة إجمال الحقوق الملكية إلى إجمال الأصول ولكن هذه النسبة بغير أو بما يختلف عن سابقتها قد تقبل أن تزيد هذه النسبة عن 50% أيضا أكثر من سابقتها ولكن المعيار المتعرف عليه أن تكون في حدود 50% بالنسبة للمجموعة الأخيرة من النسب وهي نسب الكفاية أو كما يشار إليها معدلات الضوران بالتأكيد المقصوب بها أنه كلما زادت معدلات التشغيل أو معدلات الضوران فإن المردود الذي يعود على الجهة أو المنشأة من تكرار ضوران أو تكرار دورة التشغيل هو زيادة مستوى الربحية وإنعكس ذلك بمسمى الكفاية وبالتأكيد فإننا هنا نعكس العلاقة بين المخرجات والمدخلات وبالتالي فإننا دائما سوف نجد أن معدلات الضوران تعتمد في بسطها بشكل أساسي على صاف المبيعات وبالتالي فإن معادل دوران الأصول هو صاف المبيعات على إجمال الأصول والسؤال المندرج هنا كيف نقوم بحساب صاف المبيعات صاف المبيعات هو عبارة عن إيراد المبيعات كاملا من قائمة الدخل على أن يطرح منه البنود التالية إن وجد أي منها إن لم يوجد فإن صاف المبيعات هو نفسه المبيعات هذه البنود هي المردودات والمتجعات والمسموحات والخص بالتأكيد معدلات الضوران إذا كانت تعتمد في علاقتها بالعلاقة بين المدخلات المدخلات كما سبق وهي صاف المبيعات لإجمال الأصول فإن الناتج يكون في شكل عدد من المرات المعدل الثاني هو معدل دوران المديني وفي هذه الحالة فإن البسط ليس صاف المبيعات ولكنه يفضل أن يكون صاف المبيعات الأجلة ويقسم على رصيد المدينين ويفضل أن يكون متوسط المدينين ولكن نظرا في بعض الحال إذا توفرت قائمة واحدة فإنه يقسم إلى رصيد المدينين دون كلمة أو مع استبعاد مفهوم متوسط الحسابات وبالتأكيد إذا لم تتاح المبيعات الأجلة فإنه يمكن استخدام صاف المبيعات بدلا منها إذا لم يكن متاحا المبيعات الأجلة في الحالات الواردة في المسائل أو في الامتحانات وبالتأكيد أن النتيجة أيضا تحتسب بعدد من المرات واستكمالا للتحليل فإننا نلجأ إلى تقييم متوسط فترة الائتمان الخاصة بالتعامل مع المدينين وذلك بقياس ما يسمى بمتوسط فترة الائتمان أو متوسط فترة التحصيل بقسمة عدد أيام العمل خلال الفترة المالية أو خلال السنة إلى معدل دوران حسابات المدينين الناتج من المعادلة السابقة مباشرة ويحتسب الناتج هذا المتوسط بعدد من الأيام وذلك تتبع متوسط فترة التحصيل وهل هي تتجه إلى الزيادة أم الانخفاض وبالتأكيد من المفضل أن تتجه إلى الانخفاض وأن يزيد ناتج المعادلة السابقة وهو معدل الدوران لأن كلاهما في هذه الحالة يكون في صالح المنشأة واستكمالا لجانب التحليل الخاص بمعادلات الدوران نلجأ إلى تحليل الجانب الآخر وهو الجانب الخاص بالمغزون ونظرا أن المغزون يقيم أساسا بالتكلفة فإنه لا يفضل أن يكون في بسط المعادلة التقييم الخاص بسعر البيع وهو المبيعات وبالتالي فنلجأ إلى ما يسمى بتكلفة الضضاعة المباعة وهو البند الثاني في قائمة الدخل بقسمته على متوسط تكلفة المغزون وبالتأكيد كما سبق وأنذكرنا إذا لم نلجأ إلى متوسط المدينون فلن نلجأ إلى متوسط تكلفة المغزون ونكتفي بتكلفة المغزون إذا لم يكن متاحا لدينا عدد كافي من السنوات لحساب هذا المتوسط وبالتأكيد فإن النتيجة إذا كانت سوف تعتمد على متوسط التكلفة للمغزون فإنه يمكن استخدام المعادلة التالية وهي تكلفة مغزون أول الفترة زائد تكلفة مغزون آخر الفترة بالقسمة على اثنين بالتأكيد فإن هذا القياس وهو معدل الدوران يمكن استعماله أيضا بمتوسط فترة التخزين كما سبق وأن تم قياس متوسط فترة التخزين وذلك بقسمة عدد أيام العمل في الفترة الزمنية الخاصة بالسنة المالية إلى ناتج المعادلة السابقة وهي معدل دوران المغزون ويتم القياس بعدد الأيام وبالتأكيد كما سابق ذكره فإن زيادة معدل الدوران هي الهدف الذي يحقق مصالح المنشأة فإن أيضا انخفاض متوسط الأيام الخاصة بفترة التخزين هو الأنسب في صالح المنشأة وبالتأكيد إذا أردنا أن نستفيد من التحليل فليس الهدف هو إجراءه في حد ذاته لأن إجراءه هو مجرد عملية إجرائية يمكن تنفيذها من خلال العنصر البشري أو من خلال العديد من البرامج الجاهزة باستخدام الحاسبات ولكن حقيقة الأمر أنه يجب أن يتم مقارنة نواتج التحليل المالي والمحاسبي بمجموعة من المرجعيات وهي الخاصة بالفترات الزمنية السابقة من حياة المنشأة أو الخاصة بمتوسطات الصناعة لنفس المنشأات الشبيهة للمنشأة محل التحليل أو بتقديرات الموازنات التخطيطية التي يتم إعدادها في سنوات سابقة على السنة محل التحليل وفيما يلي مجموعة من الحالات التبديقية المحلولة حتى يتمكن الإبن العزيز والإبنة العزيزة من تطبيق ما سبق وأن تم عرضه من مؤشرات بالتحليل المباشر من خلال اختيار الأرقام المناسبة الوردة في القوام المالية ووضعها في مكانها المناسب بالمؤشرات المختلفة السابقة دراستها ويمكن عزيز الطالب أن تتحقق من سلامة الإجاب من خلال الحلول الوردة في الصفحات التالية مع أطيب الأمنيات للتوفيق والنجاح إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة